شر عن طريق اليوتيوب صوت مش صوتي بعد تحديدا بعد حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق طلع صوت مو صوتي لوحدة تتهجم على السعودية وتشتم في المذهب السني وعندها مأساة كبيرة ما دري شنو وضعها يعني وساب 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 وحس بي الله نعم الوكيل وممحلل الشخص حط اللي حط صورتي على صوتها صوتها مش صوتي نهائيا مش صوتي هو مغصب ان يكون صوتي يعني وبعدين ودشانه في مجريات طويلة عريضة وهو شخص أول عارفه وش قاعد يسوي هي المرأة ما تقول أنا مير عيدان بس الشخص الدنيء والحقير وعساب عياله لو عنده عيال عساب عياله لو بعائلته إن شاء الله يعني أشوف فيه يوم عشان لما يسوي شي من هالنور التبلع على الناس أنا على الأقل عندي خصومة ولا غير خصومة عمري ما تبليت على حدا بشي لأنه حبته كبيرة عساب إن شاء الله يا بصحتها يا برزقها يا بعياله أنا ما عرفها هو شخص مجهول نركب صورتي على الصوت المرأة وقاعدة تشتم في السعودية وتهدد السعودية وأيب لكم ما أدري شنو إسناد من إيران وما أدري شنو والناس سمعتها والناس سمعتها المشكلة اللي متعود على صوتي في برامجة عارف إن هذا مش صوتي والله صوتها حلو أنا لو عندي صوتها والله أغني أنزل سنقل جدا محلام صوتها حلو أنا صوتي وحش وراضية فيه عموما خير وبركة راضية فيه بس مش صوتي وواحدة تقول أنا عيالي خاشتهم من وين العيال؟ أبعب؟ عندي عيال وما أدري عنهم؟ طيب الدولة تعرفة باعها يعني إذا المجتمع أنا عندي عيال وأنا مو قايلة أو مو معلنة أعتقد الدولة عارفة تطلع بياناتي من يوم ما أنا نزلت من بطن أموي من أول ما قلت ويه؟ ثاني شي أنا أنا أشوف أنا ما أحب سوالفز سنة شيعة مو من أخلاقنا مو من أخلاقنا نهائيا بس أنا سنية أوكي ماشي تزوجت شخص من المذهب الجعفري أو الشيعي كما يقال هادي هنا أنا متصالحة ما عندي مشكلة مش مسلم مسلم مو الله ربه ومحمد رسوله والقرآن كتابه خلاص نتعيني صالفة مذاهب ومدرجين وهذا عاد أنا موقف عندها بني آدم صالح أخلاقه فأنا شون يكون سنية وحشتم حشتم المذهب السني ما ينفعش وده الشينا بدوامة كبيرة وبعدها نطلع الموضوع وتعرفنا على المرأة والمرأة طلعت من فئة غير محددين الجنسية من قوسين البدون طبعا هذه ليس عصال بدون أن يتمثل نفسها وشخصيتها وأخلاقياتها وتربيتها وكونها أنا أستغرب بالشغلة الدولة اللي من الحين يعني إحنا عطينا كل الإثباتات للدولة إن هذه الإنسانة هي صاحبة الصوت بشهادات وأشياء كثيرة وأدلة كثيرة أنا أستغرب إن الدولة اللي من الحين ما جرتها ما يابتها البيانات كلها موجودة في القضية مالتي موجودة في المحكمة يا أخي المدعي العام يبطل ممكن شيء لازم ندعوه مدنية هذه إذا هي من فئة غير محددين الجنسية وتهدد دولة نفس السعودية وتتبي إسناد من إيران وسب المذهب هذه لو ماخذ الجنسية الكويتية ماذا كان سويت في البلد؟ مشكلة إنها أم بس أكيد وحدة هذه ألفاظها أعتقد هي لا تصلح إنها تكون أم للعيال اللي هي يابتهم يابتهم من مواطن كويتي هذا شون بتطلحهم؟ أنا بسأل بالمنطق بالعقل بالقانون وحدة شدي ألفاظها شدي دنيتها شدي فعلتها ما تقولوا لي شو رح يكون الوضع؟ رح تطلعهم نفسها وعليها قيد أمني أنا أستغرب من الملحين ومات الملقبض عليها ولا جهاز بالدولة ولا مباحث جرائم إلكترونية محترامي لك العميد يوسف الحبيب قدمنا في نفس الدعوة قدمنا عند أعتقد الملازم زينب ششتر الزوج شهد وأدل على بروفايلاتها وافتحوا عندك شافوا السب والقذف اللي في أمة محمد واحدة مسمية نفسها لعنة الله شنو لعنة الله؟ أنا بسأل سؤال والله ما غير زعل يعني أنا وايدة عزة العميد يوسف الحبيب رجل محترم وراقي لكن أنا بسأل سؤال جهاز نفس جهاز مباحث جرائم إلكترونية على وحدة نفس هذه ليش ما تجرونها؟ أرشدنا ودلينا فيها وزوجها شهد ورصدت بروفايلاتها المرأة حرة طليقة متى الدولة ناوي تتحرك تحاسبها على اللي هي سوتها على اللي هي قالتها إذا كل واحد يطلع يسبب مذهب ويشيش ويهين دولة لنا علاقة جوار وصداقة وأخوة وأخوة وهي نفس دولة نفس السعودية وكل الخليج أنا أعتقد من قوانين الدولة في أي مكان أن المواطن يعني هو طبعا المواطن يجب أن يحترم القانون وهذا أن الوافد وحتى غيره يعني محددين الجنسية حتى البدون قبلهم المواطن أن يحترم علاقات للدول الصديقة والشقيقة هذا وين نحترم اسمح لي يعني العميد يوسف حبيب ما تبقوا نجرونها ولا موع المزاج والكيف زينا شوف قاوة تحركت تحركت ولما قامنا الكندري طلعت طلعت الإشاعة هذي لما قلت وزير داش عليها بالمادري شنو ويقولها طلقي وإحنا شديتوها هذي يبنى كل شي والملازم أعتقد زينب ششتر يعني عندها الرصد ووا شناطرين نفسي عرف واحدة ساب دولة ولما تقول أنا أطلب إسناد من إيران هذا تهديد الأمن البلد من تكون من تكون نفسي عرف شنو هالفوضى ابو عبد الله أنا ويد أعزك أمانة يعني العميد يوسف الحبيب لكن هذه أنا لوم قاعد أقول لك يا أنا ظلمت عندك يعني أوكي ساعتني بس أنت يعني في الآخر أنت ما خذت لي حقي لا أنت ولا وزارة الداخلية المجرمح حرة طليقة إلى هذه اللحظة أنا سنتين ونص بالمحاكم على هذه القضية الحمد لله طلعت برائه بالدرجة الأولى واليوم طلع طلعت برائتي بالاستئناف مو صوتي شنو الواجب من وزارة الداخلية ليش ما تروحوا يتيوبونها مو شغل قمة باحث جرامي الترونية في أي دولة صدقوني نفس اللي صار هذا بالضبط معاي ولا بس عشان يعني صورتي محطوطة على صورة ما يشنو واحد قدم بلاغ أوكي ماشي إذ السال فتشذي أنا بسأل سؤال أبو عبدالله العميد يوسف الحبيب تنتظر مني بلاغ بحق ولا أنت التحرك لأن مفوض أي شغلكم قضية زي الشمس واحدة سابة السعودية وأهانة المذهب السني وتبتيب قوات من ما أدري وين من إيران ليش الكويت هدد ليش شنو شنو ليش في الكويت ومن حقي أنا تحجة وأعتقد الحجة هذا ما يزعل أبو عبدالله العميد نصف الحبيب ما يزعل أشوف إحنا لما نسوي شي تعرفون جروننا لما إحنا يصير لنا حق عندكم ساكتين المرأة حتى ضبطوا أحضار ما طوع لها حقي وينة حقي سنتين ونص سنتين ونص ووكف بالنيابة وأدلة جنائية وتسجيل صوت مرتين وأنا مرأة عندي تلايه فرأوي وممنوع علي الحر كنت نجاب بالظهر ساعة ثنتين أطلع من الأدلة الجنائية صب صب أسواق لغرين تلايه فرأوي عدو الحرارة تابعونا تحجي يعني شي إذا يزعلك العميد يوسف الحبيب زين تدري أنا مثبت هالقضية كم مرة صار عندي نزيف بالرأة مثبت الحرارة كم مرة دا الشيط المستشفى تراني كويتية بنت الكويت ما نيايا من دولة يعني أنا مو موجودة على الخريطة ولا ديانتي هندوسية من حقي ومن حقي جهزة الدولة تاخذني حقي أنا تبهزلت سنتين ونص من يعوضني من يعوضني وناس دز وتتبات أقسم بالله العليا العظيم وهذا الشيء أنا أقوله أي واحد يداول هذا الفيديو بصورتي ويقول هاي الصوت أنا مخضع حكم محكم رح أقضي رح أقضي وهذه جناية مو جنحة تفرق وايد باقي بحقي ثالث ومثلث لأن هاي تشوي تشوي سمعة وإساءات إحنا ميايين من الشارع إحنا ميايين من بيوت للأسف يعني أنا رأيكا مواطنة جهاز مقايش مقايش تغلص مقايش تغلص أنا باللي خصني في هالموضوع في هالقضية لا ما حد ما حد أخذ لي حقي أخذ لي حقي الله ومن ثم المحامي بدر باقر وضار الوعواء حب أشكر وأشكر وأشكر المحامي بدر باقر على وكفتها معين مدة سنتين ونص يعني عادة لما أروح أنا في أي قضية أنا أدري شو ما سوية أو شنو قايلة أروح قوي ما عنده مشكلة ما أخف لأنه عارف شوية وعارفه وصالف انتقاد فني بس شي نفس هذا لا والله يحزني يحزني حزني على الأقل أنا ما في أحد يعني أنا على الأقل على الأقل لو أنا أسوأ إنسانة في هذه الأرض أنا على الأقل إنسانة وطنية وما في أحد يقدر يشكك في وطنيتي وقفت ستشين في مجر تنفس حك كل من حاول أن يسير للكويت بكلمة بفيديو بغنية بحرف ما بيت حتش ما بيفتح مواضيع مقف الله بس أعتقد كله موجود على اليوتيوب عندي الكويت منها نبدأ وإليها نعود الكويت نولد على أرضها ويوم ما نندفن نندفن على أرضها ما لنا نندفن غيرها لأسف إنه يعني جهاز نسي من بعض تجارة المكترونية تعطيهم كل الأدلة ما في حتى يا مدام ممكن تجينا اللي سوت هذا الشي محاسبة أنا ما أقول أمن الكندوري مو غلطانة لا غلطانة غلطانة وغلطانة وغلطانة بس شمعني جرتها ما جرت هذا ويمسوا هي فعل شنيع يعني لما واحدة تقول أنا عايب إسناد من إلهة تهديد حق لأمن البلد تهديد لأمن البلد مع ضد دولة يعني يعني عديلة الروح السعودية الخريج كلها من غير السعودية الأمور ما تمشي تمام شون الله شيء يأول قلط نحن بعد كان نتحجي عن الشياء لتعور القلب هذي الصفحة طويناها أنا عمومن وراح أرفع قضية ردة اعتبار